تستمر مدافع ميليشيا الحوثي بقصف الاحياء السكنية في محافظة الحديدة وبالتالي دفع المواطنين الى مغادرة ديارهم خلال الاشهر الاربعة الماضية فقط نزح قرابة الستمائة الف شخص جراء القتال في محافظة الحديدة بحسب تقرير اخير اطلقت الامم المتحدة الامين العام للامم المتحدة فرحان حق ذكر ان المنظمة الاممية تلقت تقارير بعودة تصاعد القتال جنوب الحديدة مؤخرا ما قد يسبب بموجات نزوح اخرى بعد ان شهدت معارك الساحل الغربي توقفا نسبيا عقب اعلان مفاوضات جنيف التي باءت بالفشل الدراهمي تتصدر قائمة المديريات في المحافظة الاكثر تضررا بسبب القتال خاصة في الجانب الانساني والمتعلق بالنزوح والاصابات في صفوف المدنيين والاضرار التي لحقت بالبنية التحتية هذه العائلة عينة من بين مئات الحالات الانسانية في مديرية الدراهمي حيث تسببت قذائف الميليشيا بمأساة دائمة اذ يعيش ابناء هذه العائلة مأساة منذ ان قصفت ميليشيا الحوثي منزلهم في اغسطس الماضي بقذيفة هون قتل على اثرها احد ابنائها الذي لم يكمل عامه الرابع عشر واصيب الوالدان بيعاقة دائمة بترت ساق الاب كما بترت امال الام في انجاب مونود يعوضها عن رحيل ابنها بسبب تعرضها لشضايا قذيفة توزعت على انحاء جسدها واصابتها بجراح بالغة واجرى لها الاطباء ثمان عمليات ما تسبب بفقدانها القدرة على الانجاد ليست هذه العائلة الوحيدة التي حفرت رصاص الميليشيا الحوثية جراحها هناك مئات الاسر في الساحل الغربي كتبت لها مدافع الميليشيا وقذائفها حاضرا داميا ومستقبلا مجهولا ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر